الانفصال هل لا يزال حلاً قابلاً للتطبيق بالنسبة لأنصاره؟ سؤال يفرض نفسه مع كل ذكرى لقيام الوحدة اليمنية التي أعلنت في الثاني والعشرين من مايو ألف وتسعمائة وتسعين الوحدة التي تأتي ذكرها الثلاثون واليمن في حالة تشضن ليس فقط لقوى الوحدة الاندماجية بل أيضاً لقوى الانفصال القسري فالنزعة الانفصالية التي نشأت في البداية كحراك سلمي حقوقي موجه ضد نظام صالح تحولت بعد انهيار ذلك النظام بسبب ثورة الحادي عشر من فبراير إلى حراك مسلح لانفصال الجنوب عن الشمال واد انقلاب سبتمبر 2014 الذي قامت به ميليشيا الحوثي إلى تدخل خليجي بقيادة السعودية والإمارات التدخل الخليجي الذي أتى بهدف السعادة الشرعية وحماية وحدة اليمن والسقراره سرعان من كشف في الميدان عن دعم إماراتي للنزعة الانفصالية وقيام المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017 بأجنيحة مسلحة الأحزمة والنخب لكن وقايع السنوات الماضية كشفت عن صعوبات كثيرة تقف أمام مشروع الانفصال الذي يمثله المجلس الانتقالي هي ذاتها التي تقف أمام مشروع الوحدة القسرية الذي ورثته ميليشيا الحوثي عن نظام صالح فاليمن الاتحادي الذي يمتلك مشروعية إقليمية ودولية هو من يخوض الآن صراعاً مع ميليشيا الانتقالي والحوثي في آن واحد خارطة الصراع في الجنوب لا تشير إلى إمكانية قيام دولة جنوبية مستقلة فأغلب المحافظات الجنوبية تقف مع مشروع اليمن الاتحادي كشبوة في صف واحد مع محافظات شمالية كمأرب بينما تصطف قوى مسلحة في الشمال إلى صف الانتقالي ما يؤكد أن خيار الانفصال القسري ليس سوى أداة محلية بيد قوى إقليمية لتحقيق أجندة التوسع والهيمنة وهو ما يفتح أملاً أكبر لخيار اليمن الاتحادي ولو بعد حيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر